السلام عليكم ومرحبا بكم في حصيلة المحترفين لهذا الموسم هذا بعنوان شهية الألقاب تفتح والقادم أحلى بعد انتهاء الموسم الكراوي للمحترفين المغاربة هناك حصيلة بما فيها السلبي والإيجابي ما هو السلبي هو الهجرة الجماعية لأغلب عناصر المنتخب المغربي للدورية الخالجية مما أعطانا نزول في مستوى البعض وتألق البعض الذي كان ينقصه فقط التنفسية مع الفريق ديالو وظهر ذلك جليا من خلال مباريات الودية والرصيمية للمنتخب المغربي إلا بعد عودة إيرفيرونار وأعطى اتقال لبعض اللاعبين وضخوا دماء جديد للمنتخب المغربي على رأسهم سوفيان بوفالة الذي تألق في مباراة الكاميرون وانتزاع فوز تاريخي هو الأول للمنتخب المغربي على المنتخب الأسود الغير مروضة ومع اختتام الدوريات هناك من يقبع في سلم الترتيب في الأسفل مثل ياسين بونو مع جيرون الإسباني وفيصل فجر مع كونال فرنسي وكي لا ننظر للنصف الفارغ من الكأس دعونا ننظر للنصف الممتلك وهناك من كان عريس مع فارقه وتوجب الألقاب منها الجامعية ومنها الفرضية ونذكر هنا المتألقين حاكم زياش ونصر مزراوي مع الفريق الهولندي آيكس أمستردام مستوى كبير قدمه اللاعبين المغربين خلال الموسم خاصة في دور أبطال أوروبا وفي التواني الأخيرة خارجوا على يد توتنام الإنجليزي في مباراة متيرة وكذلك فوزهم بلاقابين هذا الموسم كأس هولندا وكذلك الدور الهولندي إلى جانب اللاعب المغربي الآخر زكرة البيض وتتويج كبير لللاعبين المغربيين بجوائز فرضية كأحسن موهبة في نادي آيكس أمستردام نوصر مزراوي وأحسن لاعب في نادي آيكس أمستردام لهذا الموسم اللاعب حاكم زياش وإضافة إلى لاعبي آيكس أمستردام هناك اللاعب يونس بالهندا الذي توج مع الفريق دياله التوركي قلطة صاري بكأس توركيا بنعطية يوسف العربي مع الفريق دياله الدحيل القطري بكأس أمير قطر وكذلك خاتمة هذا الموسم الجيدة والمفرحة للجمهور المغربي هو اللاعب عادي التعرابة الذي عاد من بعيد وبدأ يشارك مع الفريق دياله بينفيكا وفازوا بالدور البرتغالي وهانئا لللاعبين المغاربة الذين توجوا بالألقاب الجماعية وكذلك الفرضية ونذكر كذلك اللاعبين حمد الله وأمرابط الذين توجوا بلقاب الدور السعودي وموسم كبير لللاعب المغربي حمد الله على تربعه لعرش هدافي تاريخ الدور السعودي بمستوى كبير بأهداف كثيرة فهانئا لللاعبين وكذلك جائزة فرضية لللاعب يوسف النصري على أنه أفضل لاعب في الموسم في النادي الإسباني ليغانيز وهذه الحاصيل الإيجابية بما فيها مشاركة اللاعبين المغاربة والرسمية والجاهزية وكذلك إضافة إلى التتويج بالألقاب الجماعية والفرضية فهي تفتح شهية الأسود على أنهم يدخلوا بأوج الاستعداد وبأوج التركيز والعطاء لأنهم رصخت لللاعبين تقافة الفوز واغتقافة حصد الألقاب خاصة أننا في فترة عطاء في الكرة الإفريقية وعودة المغرب للصحة الإفريقية المنتخب المغربي المحلي وفوزي بشان وكذلك الأندية المغربية الويداد الذي توجه بالسوبر إفريقي الرجاء الذي توجه بالكأس الاتحاد الإفريقي وكذلك السوبر الإفريقي والآن الويداد وكذلك بركان يصلون لمبارية النهاية الويداد مع الترجي التونسي في نهاية دور أبطال إفريقية والفريق البركاني نهضة بركان مع الزمالك المصري في كأس الكونفيدرالية الإفريقية وهذا معطى جيد يعطي شعلة وحماس للمنتخب المغربي وكذلك نضيف إلى هذا عودة المنتخب المغربي من مشاركة جيدة وإيجابية في المنظر إذن إخواني هذه الحصيلة المحترفين للمغربة بغيت تركز فقط على النصف الممتلئ من الكأس هناك لاعبين ما يشاركوش ما بغيتش أنني نتعمق فيهم فالخيار كيبقى الإيرفيرونار على أنه يأخذ الجاهزين ويستغنع لللاعبين اللي ما عندهم الجاهزية بالتوفيق للدوليين للمغاربة وللمنتخب المغربي إذن إخواني كان معكم محمد الحجوي من قناة منتخب فانز معكم الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة